اهلا بحضراتكم من جديد في احد من الناس في لقاءنا الاسبوعية الثابت مع فضيلة العالم بن جليل دكتور رمضان عبد الرزق وحديثنا عن عالم الروح اهلا بفضلتك وسعداء جدا بتكرر هذا اللقاء تحدثنا في الحلقات الماضية عن عالم الروح تحدثنا عن بعد الوفاة يتصعد الروح الى عالم البرزق جتنا اسئلة كتيرة سؤال بيسأل عن اذا كان الاب مات وله ابن قد توفى من قبل فهل يلتقي بابنه في عالم البرزق وهل يشفع له في عالم البرزق وما هو عالم البرزق وكيف وهل هناك ضرر في عالم البرزق وكيف يقي نقي الروح من البرزق الله ولكن سعدتك لو لو حد بسم الله الرحمن الرحيم مات له ابن قبل كده الابن ده بإذن الله يشفع له ولوالديه والأم يوم الايام الاب مات له ابن فبيبكي بكاء شديد فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايا سرك انك ما اتيت يوم القيامة الى باب من ابواب الجنة الا وجدته ينتظرك على كل باب من ابواب الجنة رايح الباب ده تلاقيه مستنيك يقولك تعالى يشفع لك يدخلك الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث حلو قوي انه لا يموت للإنسان ثلاثة من الولد الا كنا له حجابا من النار وباب الى الجنة قال له يا رسول الله واثنين قالوا اثنين واحد قالوا واحد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بيده ان السقطة السقط لا يجر امه بسريره الى الجنة اذا احتسبته يعني تخيل حضرتك كده كأنها صورة يوم الايامة واحدة ستة سقطت سقطت بقى من حمل عادي سقطت من حقن مجهري الحقن المجهري كان فيه ثلاثة سقاطت ثلاثة ليها ثلاثة عند ربنا عملية الحقن المجهري ثلاثة اربع مرات في كل مرة اثنين اضرب في تمانية مستنين يوم الايامة يشفعونها عند الله عز وجل حقن ربنا وما نطفة وما شوية دم شوية دم سقط لان سبحان الله يا دكتور عمر مجرد ما يتقال بداية حمل القلوب والعقول تتعلق به الاب بيحب ولسه ما شافوش والام متعلقة به ترجو ان يتم الله تب اذا سقط في الم شديد فالالم ده عند ربنا ما يضعش ابدا والذي نفسه محمد بيده ان السقطة لا يجر امه بسريره الى الجنة اذا احتسبته يخيل حضرتك زي ما يكون جايلها بعربية يقعدها العربية هي والاب والناس بتتحاسب يوم القيامة وهو ماشي دخلهم الجنة لما يدخلوا الجنة اول اصر يقبلوه ممكن يكون عندهم مئة اصر اول اصر يقبلوه عنوان اصر الحمد اصر يا دكتور الحمد اليه الرجعون فيقول الله عز وجل ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد سيدنا داود ماتا ده اي ابن او ابنة تموته وابوها على قيد الحياة ولا يكون فقط الذي لم يبلغ الحلم ليس شرطا هو سواء بلغ الحلم او لم يبلغ الحلم له الاجر كاملا تب من ليه لم يبلغ الحلم اصلا العلماء قالوا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال اصل الطفل دون الحلم هو لسه صغير بيبقى حلو معنى كلامه يعني هقوله بالبلدي بيبقى حلو والقلوب متعلقة بيه ما بدأش ينشغل عن الاب ما بدأش يناكي في الاب ما بدأش يقف قدامه في بعض الامور فلسه غلوته ايه عالية اوي فشوف الطفل الصغير اللي عنده 3-4 سنين تعلق قلب الاب به وشوف تعلق قلب الاب بالابن اللي عنده 40 سنة اللي مسافر بيقوله 10 سنين اقلت بدأوا يستغنوا وبدأ كمان المصالح تصطدم فبدأت المنزلة ايه فدون الحلم لانهم غليين اوي دون الحلم لانهم منزلتهم كبيرة اوي فمنزلتهم عند الله كبيرة جدا سيدنا داود مات ولده فربنا بيقوله يا داود كم كان يعدل ولدك عندك قال له يا رب كان يعدل عندي ملء الارض ذهبا ضدنا ضدنا غالي اوي قال له يا داود لك عندي ملء الارض ثوابا قال له يا رب ما جزاء المؤمن الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك قال ان قلبسه رداء الايمان فلا انزعه عنه ابدا فيشفعله ومستنيه بفضل الله كوحده لان الشفاعات دي النعمة من ربنا غير عادية الشفاعة يا دكتور عمر من اعظم ما يكون الشفاعات تغير الحمل يعني حضرتك قلتني الروح لما بتعود الى الجسد بعد وفاتها بعد وفات الجسد انا خلاص اتفقنا ان الروح لا تموت صحيح وان الارواح كل من ماتوا منذ بداية البشريع عايشين مصبوط في البرزخة صحيح مصبوط في اماكن متعددة ومستنيانا لما يتقابل يبعث الجسم تاني ويتقابل على الروح تاني يوم القيام ثم ننشأ انشاء جديد عشان ندخل الجنة ان شاء الله واتفقنا على ان بتشكلوا فيه منهم فطير فيه منهم في الجنة فيه على انهار فيه منهم في اماكن مختلفة وبرضو احنا عقلنا مش هيقدر يجيبها لكن اتفقنا على ان الروح ما بتنزلش تاني مصبوط انه صحيح خلاص مفيش روح بتنزل تاني فيمسك التي قضى عليك طيب احنا دلوقتي ده اللي بتكلم فيه اتفقنا كمان على ان دلوقتي لما بتنزلوا الروح بيعرف الانسان منعم ولا غير منعم الشفاعة بقى دورها هنا ايه هل تبدل الحال من غير منعم لمناعم جدا ولو عمل كبائر ولو عمل كبائر او لو عمل كبائر اديني امثلة ونمازك اقولك نصوص نصوص شفاعة يعني ايه يا دكتور انا الوحدي معليك جيت ووقفت جنبي انا الوحدي فرد فرد واتر معليك ووقفت جنبي بين ايه شفاعة الله يبرك في عمرك فلما وقفت جنبي اوتني فالشفاعة يعني انضمم واحد الى واحد ليقويه شفاعة موجودة في القرآن الكريم ومن فيه اللهم عز وجل اخبرنا يا ايها الذين امنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الاية اللي بعدها على طول في اية الكرسي من زلازي يشفعون ده الا باذني وفي اية تانية ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشياته مشفيقون يبقى انا عندي الشفاعة المقبولة مشروطة بشرطين باذن الله ورضى الله فيه شفاعة منفية اللي هي شفاعة الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما للظالمين من حميم ولا شفية فالشفاعة المنفية الشفاعة بدون اذن وبدون رضى والشفاعة من غير المسلمين طيب الشفاعة تعمل ايه فندي الشفاعة تغير كل الاحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة تسع شفاعات يا دكتور عمر تسع شفاعات تغير كل حاجة ممكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في اهل الكبائر من ضمن الشفاعات فيه ناس فعلوا كبائر وامر بهم الى النار فيشفع فيهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف غفرنا لهم أدخلهم الله الجل الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي في شفاعة خلي بالحضرتك الرحمة بتاعت هذه الشفاعة تنال المسلم وغير المسلم يعني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته تنال غير المسلم لأنه رحمة لمين ما قالش للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الشفاعة العظمى يا فندم أول شفاعة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنال المسلم وغير المسلم لأن ساعتها ربنا هيقبل شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ الحساب للجميع لأن يوم القيامة مقام والكل تعبان والكل مجهد والكل محتاجين يلا بينا نبدأ الحساب انتظار الحساب صعب انتظار الحساب مجهد فيروح لسيدنا آدم يقول لا 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 ما أدرش نفسي نفسي لسيدنا إبراهيم نفسي نفسي لسيدنا موسى نفسي نفسي لسيدنا عيسى نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها فينطلق يسجد تحت العرش فيلهمه الله عز وجل أسماء لم يلهمها لغيره أقول لحضرتك إزاي صدر هي أسماء الله محصورة لا الله يجبر خطرك لا هناك أسماء محدش يعلم لا مش 99 الله يجبر خطرك يقال نها فوق الـ 250 فوق وأكثر وأكثر ده دا يا فندم اللي ألهمنا الله به في أسماء استأثر الله بها نعم ولذلك احنا نقول إيه أسألك بكل اسم بسمك الأعظم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك مما استأثر الله به في علم الغيب عنده يلهمه الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش يطلب الشفاعة في إقامة الحساب فربنا يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع الله أكبر اسمها الشفاعة العظمة وتنصب المحكمة الإلهية وتغير الحال جدا تغير الحال بإيه من نار إلى جنة ممكن طيب من ضمن شفاعة سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس في جهنم ويعذبون بس إحنا بنتكلم هنا في يوم القيامة بقى يوم القيامة إحنا خلاص تجاوزنا بقى القيامة الصغرى ودخلنا في القيامة الكبرى بالضبط يا فتا اللي هي بقى يوم القيامة المحكمة منصوبة تمام؟ وممكن نقف عندها شوية كده لكن احنا ناخد بس فقرة منها اللي هي فقرة الشفاعة بس تمام؟ ويتبسدنا النبي عرفنا ازاي ازاي؟ يوم القيامة يوم القيامة أحوال وطارات يعني أحوال تلاقي فيه ضلمة جمدة جدا محد الشايف خالص ما لم يجعل له له نور فما له من نور فجأة تلاقي حضرتك ربنا مدي لك نور قد نور الشمس بعملك الصالح تمشي على الصراط لما تروح الجنة وأنا جنبك معي تمشي بقى جسمان وروح ايو طبعا ما هو الجسم بقى بعث والروح اتقابلت عليه في يوم الايام لكن طول ما الروح لم تقم القيامة الكبرى في البرزخ الوحدة الروح لوحدها والجسم عزم الذنب فقد هو اللي متبقيت الله يجبر خطر مفيش حاجة تربطهم ببعض مظبوط لكن فيه اتصال ما بين المكان الذي يدوفنا فيه الميت وما بين الروح في البرزخ ازاي؟ يعني أنا لو روحت دلوقتي القبر الذي دفنت فيه ابي ابي فانية اعجب الزنب اللي موجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسأل الله ان يغفر لك يا ابي فيه اتصال هنا ما بين هذا المكان ما بين روح ابي في البرزخ توصله الكلام ويسمعني ويسمعني وانا هنا يسمعك ازاي ما احنا قلنا هنا فيه انفصال خلاص انفصال بين مين؟ من الروح وبين القبر وبين الحياة الدنيا زي الفل لكن فيه اتصال فيه اتصال وعشان كده حضرتك لما بتروح المقابر السلام عليكم اهل الديار من المسلمين هل تسلموا الا على من يسمعك؟ لا الله يكبر خطرك وقالوا لسيدنا النبي يا رسول الله ازاي تسلم عليهم؟ قالوا ما انت بيسمع منهم هم سمعينه كويس جدا لكن هو ربنا حجز بيننا وبينهم لكن يشعرون فانا لما بروح ازوره هو مش موجود في المكان لكن يصلوا السلام زي ما بيصلوا السلام من اي مكان انا دلوقتي الان دعوته لوالدي اللهم اغفر له وارحمه والوالد حضرتك اللهم اغفر له وارحمه والوالد كل المشاهدين واللي معنا في القناة واللي موجودين واللي مش موجودين اللهم اغفر له وارحمه السلام ده وصل لهم دي بقى كلهم سواء انت عند القبر او انت هنا مظبوط يا فاندي امال انا بروح القبر ليه؟ للعزة والعبرة كلنا الى هنا من نهاية هنا ولذلك سيدنا النبي لما قال زوروا المقابر ما قالش تنفع الميت لا قال تزكرككم الاخرة ونص البخاري وتزهدكم الدنيا ده لكنت الميت مش قضيته موضوع الزيارة قضيته العمل الصالح اه ممكن لما زوروا وعمل صالح لا ينقتع الا من ثلاث الله يكبر فاطرك تمام جدا طيب من الشفاعات حد جوة جهنم وبيعذب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب اشفع فيهم خرجهم فربنا سبحانه وتعالى يخرجهم من النار ويدخلهم اتجنب شفاعات سيدنا النبي من شفاعات سيدنا النبي انه حضرتك في الجنة ويشفعلك يزيد منزلتك يعني حضرتك في منزلة في الجنة فترتقي الله يكبر خطرك فهي رأيك بمنزل بشفاعته لا وفيه شفاعة كمان حضرتك امي ربيك الى الجنة وانا امي ربيه الى الجنة واحنا واقفين الباب مقفول باب الجنة تمام عايزين يفتع خازن الجنة رضوان مش افتع فالروح لمن لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فييجي سيدنا النبي محمد يقول انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح ليه خبط على الباب يحرك الحلق من يقول له محمد يقول له بك امرت الا افتح لي احد من قبلك ربنا حرم الجنة على كل الانبياء حتى يدخلها سيدنا النبي محمد وحرم الجنة على كل الامم حتى تدخلها امة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى شفع لنا فان ابواب الجنة تفتح لنا افتح باب الجنة عرضه الف كيلو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما بين مصراعي باب الجنة كما بين المدينة وبصرة الف كيلو الباب الواحد عرضه الف كيلو ما بين حل الباب ألف كيلو ويأتي عليه وقت وإنه لكزيز نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني زحمة سؤال أخير شواء تاني خلص وحنكمل حلقة القادمة حد بعت يسألني هو بمعنى كده اللي يقولك أنا بقدر أحضر روح فلان ده كاذب بالصدق؟ كاذب اللي يدعي استحضار الأرواح كاذب نصاب دجال الأرواح عند الله لا ترجع إلى الدنيا قال الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي سبق القول مني إنهم إليها لا يرجع إذن الحلقة القادمة حنسأل الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق الفرق بين الروح والنفس والقرين نسبة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر